اشتركوا في القناة التصريحات لمصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الحالي سنتناولها في هذه الحلقات لهذا الأسبوع وفي هذا اليوم في هذه الحلقة سنتناول الحديث أيضا جرى خلال الأسبوع الماضي على لسان مصطفى الكاظمي والحديث يتحدث يعني الحديث ينحصر في الديمقراطية يعني مثلما قلنا ونقولها أيضا أنهم يحاولون أن نرسم صورة مغايرة لواقع الحال في العراق يرسمون صورة وردية للآخرين يضللون الآخرين في الخارج لأن العراق لا يضلل لا يمكن تضليله هم تعبوا من تضليل العراقي لا يستطيعون الآن وصلوا العراقيين يطهرون في كل مكان ويثورون عليهم في أي لحظة تندلع ثورة تقتلعهم من مكانهم الشعب العراقي ما عاد يخدع لكنهم يحاولون أن يخدعوا الخارج ويحاولون أن يضللوا البعض ممن يريد أن يضلل ليس كل من يضلل هو أدواتهم قادرة على تضليل لا من يضلل هو من لديه استعداد أن يضلل هذا واقع الحال لأن واقع العراق مكشوف 20 سنة القاصي والداني يعرف العراق ماذا يجري فيه أما من لا يعرف ماذا يجري في العراق واقع العراق وهذا شيء آخر هذا غريب وبالتالي أعود وأقول المالك الكاظمي تحدث مصطفى الكاظمي رئيس الوزراع الحالي قال لقد مر عقداني تقريبا من احتكام السلطة يقصد السلطة في العراق إلى الانتخابات في العراق طيب وهو دليل كبير على مدى ترسخ الديمقراطية بعد ثلاثة عقود من حكم الدكتاتورية طيب ماشي تركنا حكم الدكتاتورية تركونا من هذا يعني هاي المقارنة مع مع النظام السابق والأنظمة السابقة في العراق منذ عام 1921 لغاية 2003 ليست في صالحكم يعني لا بالمنجز ولا بكل شيء من من يصالحكم فتركونا من أجهه وهذا لمصلحتكم لأنه عندما تذكرون واقع الحال قبل 2003 لا تستطيعون أن تأتوا بجزء مما كان عليه العراق وأهل العراق الآن يتحسرون على ما كان في الماضي بغض النظر عن شكل النظام هذا ما لا علاقة بشكل النظام حتى لا أحد يحدثنا دفاعا عن النظام الفلاني جمهوري ملكي فلانشي أبدا شعب العراق الآن تسأل أي إنسان من عنده ما هو خيارك يعني هل لو منحت فرصة لو هناك عصص حرية وعادتك إلى يعني ماذا تريد يقول سأرجع إلى ما قبل 2003 مهما كان الوضع سأعود إلي لأنه أحسن من الوضع الحال فالمقارنة مع الوضع السابق ليس في صالحكم عموما هو يقول لقد مر عقدان تقريبا من احتكام الصفلطة إلى الانتخابات في العراق ودليل كبير على مدى ترسخ الديمقراطية طيب ما هي الديمقراطية يا أستاذ مصطفى الكاظم يعني ما شك للديمقراطية وهذه الديمقراطية وصفة جاهزة مثل ما أرادت أمريكا تأتي بها مسلفة من أمريكا وتوزحها علينا وسوي أن أحزاب تشذب وسوي أن انتخابات كذب وتقول لنا هاي الديمقراطية الديمقراطية أن تسوقون الناس هؤلاء في أحزاب كارتونية أحزاب طائفية أحزاب مدفوعة لها مبالغ ودول ترعاها ومؤسسات خارجية ترعاها وأعضاءها فاسدين وألفون حكومة طائفية محاصصة وألفون عملية سياسية ونظام سياسي مبني على المحاصصة الطائفية والقومية هذا السمي ديمقراطية هذا السمي ديمقراطية يعني شو نصير الدكتاتورية يعني هو أنت ديمقراطية ما تخلي الناس تحتي وما تسوي لها شيء فهذا ديمقراطية يعني أنت لا تهتم للناس عشرين سنة صار الناس تحتي وتتظاهر تضربوها بالرصاص وتقتلوها أما خلوه يحتي ويحتي كل تحتي وخلاص فهناك فرق بين يعني تصريفات الدكتاتورية والاستبداد تصريفات مختلفة قسيم الدكتاتوريات الأنظمة الدكتاتورية لا يقبلوا الكلام ورأس أن يجتثل يعتقل يقتل من يتكلم عليه وهناك دكتاتوريات واستبدادات من الأنظمة الكثيرة تقبل بالحديث عنها تحدث عنها ما تشاء لكن ماذا ستفعل؟ واقع الحال وهو واقع الحال وهو تغير لذلك كنتم تتحدثون دائما ماذا تريدون من الآخرين الذين يعارضون لكم؟ هل تريدون أن نعود إلى المربع الأول؟ وعندما يسألونكم ما هو المربع الأول لا تجيبون المربع الأول هو اللي يقصدوه لا أعرف ماذا يقصدون اذا كان يقصدون فوضى فا العراق نعجز في قمة الفوضى اذا كانت يقصدوا الجارة فالإراق في الحياة ولسياسة الطائفية تحت حكم الموليشيات وانا كان تحت حكم الموليشيات إذا كانت في الحياة عربي تحت حكم قوى خارجية تحت حكم قوى خارجية أمريكة ايران وغيرها لك وتحكم إذا كانت في حقي THE اخوام الاستقلال فما كانت Nevada فاقت لسيادته فاقت لسيادته غير قادر عن يضبط الأمن غير قادر عن يضبط اقتصاده متهرئ هذا كل هذا المربع الأول وما زننا نعيش إذا لم نغادر المربع الأول والفوضى قائمة ونعود مرة أخرى إلى حديث مصطفى الكاظمي يعني ما هي كيف نقيس الديمقراطية وما هي معاييرها بالنسبة لحضرتك يعني هل شكل الانتخابات هي الديمقراطية هل ترى أن الديمقراطية محصورة بالانتخابات الانتخابات عملية أنظمة كثيرة ديكتاتورية تجري انتخابات تجري انتخابات النقابات وحتى ينتخبون رئيس الجمهورية وينتخبون مجلس نواب وكلها انتخابات وهي أنظمة ديكتاتورية الانتخابات لا تعمل ديمقراطية يعني فقط لتصحيع خاف نظرك أنت الانتخابات هذه وعموما سنجارك ونقول للانتخابات هذه الانتخابات التي أنتم تعترفون وكل الأحزاب في العملية السياسية يعترفون أنها مزورة من أول انتخابات عام 2005 لحد الآن كلها تقولون عنها مزورة وآخرها تركنا من كل شيء آخرها الانتخابات التي جرت تحظل صلوتك وأنت رئيسا للوزراء لم يشارك بها من العراقيين يعني أكثر من 85% من العراقيين قاطعها والذي شاركوا بها لا يزيدون عن 10 إلى 12 إلى 11% من العراقيين وهؤلاء من يحق لهم المشاركة طبعا بالتصويت وهؤلاء هم منتمين لهذه الأحزاب التي شاركت وهذه القول التي شاركت في الانتخابات وفاز فيها يعني الكتلة الأكبر اللي فيها كانت التيار الصدري فاز بها ب73 أو 76 مقعد وانسحب إذن غالبية هذه الأصوات اللي خلينا نقوله 15 15% من أصوات كل العراقيين 85% من العراقيين لم يسوتوا أنت تعرف من 15% الكتلة الأكبر من 15% وخلنا نفترض نصف هذه اللي ما أرد أقول أكثر خلنا نفترض نصف هل 7.5 من هذه الـ 15% هم التارصدرين ينسحبوا هل السبعة ونصف بالمئة الباقيين يمثلون الديمقراطية هؤلاء الذين يسمون نفسهم الإطار التنسيقي عندما سيشكلون حكومة ويحكمون العراق هل هؤلاء يشكلون الديمقراطية التي تحدث عنها هل معقول من الشعب العراقي أن ينتخب الفاسدين هل تعقلها أنت هذا الفساد وهذا الخراب في العراق هذا كلها مسؤول عنهم سلطات موجودة برلمانية وسلطات تشريعية وسلطات وسلطات سلطات تنفيذية وهذه السلطات كلها متهمة بالفساد طيب هل الشعب العراقي انتخب هذه السلطات هو انتخب الفاسدين؟ هل تعتقد أن الشعب العراقي هكذا ترى أن الشعب العراقي مجرد فاقت للأهلية وينتخب هؤلاء؟ مستحيل إذن الشعب العراقي لم يشارك إذن أين الديمقراطية التي تحدث عنها؟ عقديا من الدليل كبير على ترسخ الديمقراطية أين هذه الديمقراطية ترسخت؟ شنو شكل الديمقراطية وهذه الصراعات الآن والاتهامات والتسريبات والأحاديث الميليشيائية هذه والميليشيات تتحكم بالشارع وين الديمقراطية هذه التي تحدث عنها؟ وين ترسيق الديمقراطية هذه التي تحدث عنه؟ فقط نقول عندما يتحدث المرء عليه أن يوزن كلامه ويعرف مع من يتحدث ويحسب خطواته لأن الحديث شيء واقع الحال شيء آخر وشعب العراق لا يمكن خداعه نقوله هل المرة المليون لا يمكن خداع هذا الشعب هذا الشعب من أذكى شعوب الدنيا ما احترامني أن يكون شعوب الدنيا هذا الشعب يستحق كل احترام وكل تقدير لا يستحق مثل هذا الكلام الذي تضحكون به على أنفسكم أما أن تخدعون الخارج فالخارج هو الذي يريد أن يخدعكم ويخدع الناس ويخدع نفسه لكن هذا الحديث هم يعرفون هؤلاء ديمقراطية وأنتم في قمة الاستبداد وقمة الدكتاتورية هذا واقع الحال لا يمكن لأنه بلد تحكم الميليشيات وحكم السلاح المنفلد ورئيس الوزراء ما يقدر يطلع من منطقة الخضراء ويدوسون على صورة بحذيتهم وإذا حبس له واحد يطلعون يخشون الميليشيات يطلعون من السجن والدنيا تنقلوا في أحاديث وتسجيلات وتسريبات وأحاديث عن ميليشيات تقتل وتدخلات خارجية وقوى خارجية تتعامر العراق ورئيس الوزراء صامت لا يتكلم الحكومة لا تتكلم ولا تدخل في الموضوع هذا غريب جدا وإن ديمقراطية هذه وقت هذه الحلقة قد انتهى أيضا أترخكم بخير وألتقيكم في حلقة الأخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة